أعلنت الحكومة اليمنية رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان متهمة جهات لم تسمها بتسييس الملف الحقوقي في اليمن وبررت الرفض لقرار التمديد كون مخرجات تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان تجانب معايير المهنية والنزاهة والحياد إضافة لكونها تغض الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فضلا عن كون الآليات الوطنية ليست إلا أدوات تكملية ولا يمكن أن تكون بديلة عما تقوم به اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر جدد من جهته دعوته لهيئات الأمم المتحدة خصوصا مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا إلى مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها وقال عسكر في كلمته خلال الجلسة الاعتياديات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الحكومة اليمنية أرسلت عددا من التقارير الحقوقية وكذلك أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق سبعة تقارير حول ما أنجزته من أعمال وجميع هذه التقارير لم تلقى الاهتمام من قبل مكتب المفوضية ولم تشر إليها بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن داعيا لإتاحة مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية مراقبون يرون أن الملف الحقوقي في اليمن ليس إلا محور مناورة تستخدمه أطراف دولية للابتزاز السياسي بينما على الأرض تتضاعف الانتهاكات في كل المناطق بما فيها تلك التي تحت سيطرة الشرعية